السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة InfoTech for You معاكم مروة سليمان وفيديو جديد فيديو إن شاء الله يكون مفيد على قناتنا النهاردة جاي أتكلم عن PII بالذكاء الاصطناعي Your Personal AI Assistant أو مساعدك بالذكاء الاصطناعي مساعدك بالذكاء الاصطناعي تقدر أنك أنت تشتغل به بشكل مجاني وحنتعرف عليه النهاردة كل اللي عليك أن أنت تخش على PII.AI حيدخلك على طول على ال AI Assistant الخاص به وحتبتدي أن أنت تتعامل معاه وحيكون الانترفيس زي الشكل الموجود قدامك أول ما تخش تعمل Sign Up فيه بالضبط كده ما بتتعامل مع شاء جي بي تي وبتعمل Sign Up بجوجل أكاونت مثلا على سبيل المثال أنا بحب لما أتعامل مع أي موضل بالذكاء الاصطناعي أسأله إيه الكابابلتز بتاعتك أول حاجة أسأله إنت تقدر أنت تعمل إيه أول ما تخش عليه هيقول لك Hi, great to meet you, I am PII, your personal AI My goal is to be useful, friendly and fun Ask me for advice, for answers or let's talk about whatever on your mind يعني خلينا نتكلم عن أي حاجة في دماغك أنت عايز تتكلم عنها أنا هنا مثلا على سبيل المثال هبتدي أقول له ما هي قدراتك وإمكانياتك باللغة العربية هشوف الأول هل هو بيتعامل باللغة العربية أو بيدعم اللغة العربية ولا لا نفترض أن أنت مش عايز مثلا أن أنت تتعامل معه باللغة الإنجليزية هنا هو بيدعم اللغة العربية زي ما احنا شايفين بيقول قدرتي أن أنا أقدر أعمل محادثة وأتواصل مع البشر وأرد على أسئلتهم والكثير من المواضيع ويمكني التعرف على المزيد من المعلومات والتحسين في الوقت المستمر وقدراتك مستمرة في التحسن والتطور خلاص أنا أتأكدت أنه هو بيدعم اللغة العربية وأقدر أسأله أي سؤال باللغة العربية زي ما أنا عايزة فكل مرة هتسأل فيها حاجة حاول أن أنت تستخدم نيو ثريد تفتح محادثة جديدة اللي هي نيو شات زي كده شات جي بي تي وتبتدي تسأله مثلا على أي حاجة أنت عايزة ممكن تقوله أنا هنا هسأله باللغة الإنجليزية احنا أتأكدنا بأنه بيدعم اللغة العربية للناس اللي هي عايزة تستفيد منه باللغة العربية write an article about how to write a professional CV اكتدي article عن إزاي أكتب professional CV عزروني كده لو في مشكلة هنا في professional مكتوبة غلط يعني أي غلط كده نتيجة السرعة هنا هيبتدي ديني article عطوني title بتاع article crafting a professional CV a comprehensive guide وهنا بدأ يكتب لي الارتكل اللي أنا عايزاه زي ما بيعمل شات جي بي تي 3.5 بالضبط معي هو هنا بناء على knowledge اللي دخلاله هو بيديني هو هنا بناء على data اللي دخلاله هو بيديني الارتكل بالطريقة دي ومترتبة ومتنظمة هنا بقى أنا ممكن أنا أقوله إيه؟ ممكن هنا أقوله translate translate the previous into Arabic ترجمي الكلام ده بالعربي معلش عزروني كده في الأخطاء السريعة translate this or the previous into Arabic وحبتدي أشوف هل هو هيقدر يترجمه بالعربي ولا لأ لأنه هو كمان عنده قدرة على الترجمة بالترجمة وترجمني النقط أو الواحدة كانت start with your contact information هنا بدءا من معلومات التواصل وحيبتدي إن هو يترجمني باللغة العربية لو رحنا لديسكافر هبصة ألاقي هنا إزاي تقدر أنك إنت تستخدمها بيديك مواضيع تقدر أن إنت تستخدم من خلها بي اي 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 من الحاجات الجميلة جدا اللي عجبيني اللي هو الفويس لو أنا رحت للبروفايل بتاعي هنا هلاقي في حاجة اسمها voice setting هنا ممكن أخليه رالي لو أنا عندي مشكلة من أنا أقرأ من الشاشة وعايزي رالي مثلا ممكن أنا أستخدم الvoice setting إن أنا أختاري الصوت اللي ريحني بيديك كده preview لكل صوت أنت عايز أنك إنت تختاره أكتر صوت أنت مرتاح معي اختاره لما بتروح هنا للثريت بتاعتك تقدر أنك إنت هنا تفعل الvoice بس مش بيقرأ باللغة العربية بيقرأ باللغة الإنجليزية هعمل turn off للvoice بالمنظر ده كده مش بيقرأ باللغة العربية بيقرأ باللغة الإنجليزية لو مش باين الصوت علشان أنا بسجل فهو بيقرأ باللغة الإنجليزية مش بيقرأ باللغة العربية حتى العربي بيقرأ بالإنجليز أو بيقرأ على أساس الإنجليز بتاعه بشكل عام الvoice دي حلو قوي عجباني وأنا أعتقد أنه هو مع الوقت حيطور من نفسه أكتر وحيكون فيه voice باللغة العربية أو بيدعم اللغة العربية ده بالنسبة للجزء المتعلق بالvoice setting ممتاز ده وانت عايز تجاين المجتمع بتاعه على ديسكورد تقدر تجاين الكوميونيتي على ديسكورد لو انت حبب هنا ده share BI with others ده كده زي referral link لبي آي نفسه أو للموقع نفسه ده منطه البساطة بي آي إي آي سهل جدا في الاستخدام بسيط لسه برضو ما تطورش التطور كبير قوي ولكن أنا شايفة أنه هو إمكانياته آآ يعني كويسة للناس اللي عايزة تحصل على معلومات سريعة وبشكل سهل وانترفيس سهل آآ باستخدام مساعد مجاني بالذكاء الاصطناعي زي ما إحنا شايفين وأعتقد أنه هيتطور من نفسه في الفترة الجاية اللي بيميزه هنا أو الحتة الحلوة فيه الحتة المتعلقة بالvoice كcompetitive advantage أو ميزة تنفسية كويسة بحيث أن أنا لو مش عايزة أو عندي مشكلة في قراءة من خلال الشاشة ممكن أنه يقرأ وبالتالي أقدر أن أنا أعرف الموجود على الشاشة من غير ما أضطر أن أنا أعد أركز في موضوع الإراءة أتمنى أن تكونوا استفدتم موضوع النهاردة بـ IEI وأشوفكم في الفيديو قادم بإذن الله وزي ما بقول لكم في نهاية كل فيديو واتنسوش تعملوا سبسكرايب لقناة وتفعالوا بجرس عشان يوصل لكم كل جديد جديد لو كنتم بتشوفنا الأول مرة ولو كنتم المتابعين إلى الأعزاء متنساشوا اللايك وشيروا الكومنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته